موسيقى الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة أهلا بكم أعلن الوكيل الأول لمجلس النواب النائب محمود الشريف أن البرلمان سيعقد اليوم جلسة لمناقشة تدعيات الهجوم الإرهابي على مسجد الروضاء وأوضح الشريف أن الجلسة ستشهد إعلان تأييد مجلس النواب للقيادة السياسية في خطواتها نحو دحر الإرهاب وتأكيد على أن الأمن القومي المصري يسبق كل شيء وأن الدولة المصرية ستمضي قدما إلى الأمام رغم يد الإرهاب الآثمة أكد محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور استمرار الجهود على كافة المستويات من أجل تخفيف آثار الحادث الإرهابي الذي وقع بمسجد الروضة عن أسر الضحايا وأشاد حرحور بتفاعل العديد من المؤسسات الاجتماعية ورجال الأعمال الذين أعلنوا تكفلهم بإصلاح أي تلفية وإعادة تأهيل مباني القرية والمسجد وتوفير فرص عمل ومشروعات مناسبة لأهل الشهداء مشيرا إلى أن حادث مسجد الروضة الإرهابي أظهر معدن أبناء سيناء الأصيل إذ قام أبناء المحافظة بالذهب إلى المستشفيات لتبرع بدمائهم لصالح المصابين قالت صحيفة التايمز البريطانية أن مصر تواجه اليوم حربا من إرهابيين يقدمون أنفسهم على أنهم مسلمون معتبرة أن ما تعرض له المصلون في مسجد الروضة شبيه بأسوأ الأعمال الإجرامية النازية التي جرت في الحرب العالمية الثانية وفي افتتاحيتها أشرت التايمز إلى أن تبرير هذه الفضائع أمر زائف شأنه كشأن جميع الأعمال الإرهابية التي ينفذها تنظيم داعش الإرهابية موضحة أن التنظيم المتطرف استهدف من قبل المسيحيين عدة مرات كما تعرضت القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية في البلاد لهجمات عدة كما أشرت الصحيفة إلى أن مصر تستحق كل الدعم من أصدقائها خلال هذه المرحلة من مواجهة الإرهاب كما لفتت إلى أن الدافع الحقيقي وراء هذه الهجمات هو محاولة الإرهابيين إثبات وجودهم لا سيما بعد تعرضهم لهزائم على الأرض أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية خليل الحية جدية الحركة في إنهاء الانقسام وإنجاح المصالحة التي ترعاها القاهرة وأوضح الحية أن حماس قدمت مرونة عالية وأن الفصائل كانت متفقة في اجتماع القاهرة الأخيرة على بحث اتفاق 2011 باستثناء حركة فتحة التي طالبت ببحث ملف تمكين الحكومة دون غيره وخلال مؤتمر صحفي طالب الحية برفع العقوبات عن قطاع غزة داعيا الرئيس محمود عباس لإجراء حوارات مع كافة الفصائل وتحديد موعد لإجراء الانتخابات قال التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إن أكثر من مئتي ألف ضحية سقطوا جراء الهجمات الإرهابية خلال خمسة أعوام في خمس دول إسلامية وخلال فيديو بثوا التحالف الإسلامي العسكري عبر حسابه رسمي على تويتر أوضح التحالف أن أكثر من 348 مليار دولار هي قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإرهاب خلال السنوات الخمس الماضية الفيديو الذي نشر بالتزامن مع ختم أول اجتماع لوزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري في الرياض شدد أيضا على أهمية تأمين ما يلزم من قدرات عسكرية للتحالف لضمان إضعاف التنظيمات الإرهابية وتفكيكها وفق إمكانيات كل دولة على حدة أعلنت حركة لبيك الباكستانية المتشددة إنها ستوقف احتجاجاتها بعد أن وافقت الحكومة على مطالبها واستقال وزير العدل من منصبه يأتي هذا في أعقاب اشتباكات وقعت في مطلع الأسبوع بين أنصار الحركة المتشددة والشرطة الباكستانية حيث أشار المتحدث باسم الحركة إعجاز أشرفي إلى أن الحكومة ستعلن استقالة وزير العدل ومن ثم ستنهي الحركة اعتصامها اليوم هذا فيما أعلنت الحكومة الباكستانية أن وزير العدل زاهد حامد قدم استقالته لرئيس الوزراء شاهد عباسي بهدف إخراج البلاد من وضع قد يصل إلى حد الأزمة وصل اليوم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى ميامار في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها زعيمة البلاد أونغ سانسوكي وكبار القادة العسكريين والرهبان البوذيين لبحث أقلية الروهينجا المسلمة تأتي زيارة البابا في فترة تتسم بالحساسية في بلد تم اتهمه مؤخرا بتطهير إثنية ضد أقلية الروهينجا المسلمة ومن المرتقب أن يتواجه البابا إلى بنجلاديش المجاورة والتي تقطنها غالبية المسلمة وفر إليها ما يزيد عن ستين ألفا من الروهينجا المسلمين أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طرق قابيل عن تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارتي التجارة والصناعة والإسكان والتحاد الصناعات لوضع تصور شامل للمعدات والمنتجات التي تحتاجها الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الحالية جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الصناعة مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير بحضور عدد من ممثل الهيئات المعنية بتطوير الصناعة حيث أشار الوزير إلى حرص الوزارة على النهوض بالصناعة الوطنية بهدف توفير احتياجات كافة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية والتي تتضمن إنشاء ثماني عشرة مدينة جديدة ومحطات لتوليد الكهرباء ومشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة ختم الموجز في أمان الله